السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي بعد الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام انتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير يوم بإذن الله سيقدم لكم طريقة تحضير المقروط بعقدة الثمر المقروط لكي يجي رائع جدا كيدف الفم في هذا الفيديو ان شاء الله ستلقوه شامل بكل التفاصيل وأسرار النجاح ديالو كي يجي رائع جدا ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الأخير خصوص المبتدئات ان شاء الله سيستق معكم من أول تجربة لف طريقة القلو ولف طريقة تحضير السميدة وغادي تشاهدوا ان شاء الله نتجا بعد ما غادي نحضرهم كي يجيوا معل كينو شاربين العسل وكيدوبوا في الفم وما تنسوا تشجعوني بلايك وغادي نمروا المقادير وطريقة التحضير سوف نحتاجه في المقادير كيلو غرام واحد ديال سميدة سميدة اللي كنحضر بها البسبوسة والحرشة ومائتين غرام ديال السميدة الغليضة ديال العبار الغليضة اخواتي مائتين غرام مع كيلو غرام ديال السميدة العادية وروح ديال الزهر اللي كنمتوفر عندكم بقطرات منه فقط وممكن تنقسم المقادير او الضعفهم حسب الحاجة وهناي عندي نصف كاز ديال العنباء ديال الدقيق وربع كاز ديال العنباء ديال زيت النباتية واطلقوا ان شاء الله المقادير مكتوب بنفسون دقلوس في اسفل الفيديو وملعقة اللي هي كبيرة ديال السكر ونصف ملعقة كبيرة ديال القرفة وقليل من الملح والزبدة هنا يدوب بميتين غرام ديال الزبدة يمكن تلاحظوا اخواتي وبعدها سنحتاجوا لقليل من ماء الزهر والماء المعديني العادي سندمجوا هذه العنصي الجافة نضيف هذه السميدة الغليدة مع السميدة الرقيقة والدقيق وهذا الدقيق هو اللي يجعلنا هذه السميدة يعني لا الرقيقة ولا الغليدة كي تجمعوا بناتهم خصوصا المبتدئات باش متبقاش تفرتت معاكم وملعقة اللي هي كبيرة ديال السكر باش تعطينا ديال الحمور باش يجي المقروط ديال محمر وزوين ونصف ملعقة صغيرة او كبيرة عفوا ديال القرفة والقليل من الملح وقطرات من الزهر ممكن تشيو هاد القرعة غير صغيرة ثمان ديال خمسة درهم ممكن ندلو منها احتى ثلاثة او ربع ديال الخطرات ندلو غير بعض القطارات ونضيفوا الزيت النباتية ربع كاز ديال العنبة وندمجوا هاد العناصير قبل ما نضيفوا ان شاء الله الزبدة نحاولو ننبسوا جميع الحبات ديال السميدة هاد الزيت وندمجوا للعناصير الجافة كذلك سوف ندرجوا هذه النبات ونضيفوا الزبدة آلونا نقذ على قطارات الدفع اضروا الزبدة ونضيفواها إلى سخونة وإن المرتبع الزبدة ونضيفوا الزبدة جميع الزبدة في السميدة كنت نخدمه الزبدة نحاولوا كذلك نفرقوا اتركوا الى كما و السمادات جزة ترتاح او احتاج جزة او احتاج ثلاثة احتاج الالتصاد او احتاج ثلاثة او احتاج ثلاثة نحن نضيفها ليلة كاملة سميدة نحتاج نصف كيلوغرام معجون الطمر نضيف نصف كيلوغرام معجون الطمر نضيف نصف كبيرة نضيف نصف كبيرة نضيف ثلاثة احتر معلق معلق زيت نباتية زيت نباتية نضيف نصف كبيرة نغلب الزيت من المجل المجل نضيف نصف كبيرة و نضيف نضيف اضافة من هذا المكومة وكيف تصدق كاملة ونمنى ان شاء الله يكون واضح لكم حتى السمك ونحتفظ بهم جانبا من احسن ان تغطيهم بلاستيك غذائي ونضعهم بل واحد ال واحد ونضع السميدة بعد اضافة اضافة كيف تصدق لكم ان هذا الغذائي ونضع الغذائي هو التعليم ما بين الماء الزهر والماء المعديني يجد الموت من التعليم الي يكون للمية مدلع الرحمة وضع الكلة لا اشترك من الذهاب najبتي لا انت nogEx نقوم بعمل الأصابع نقوم بعمل نصف الكمية الماء الزهر نقوم بعمل 5 دقائق نقوم بعمل 5 دقائق نقوم بعمل 3 خطرات نقوم بعمل 5 دقائق نقوم بعمل 1 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 دقائق الماء الزهر نقوم بعمل 5 دقائق نضغط عليه وفي التالي نحرب له بهاد الطريقة ويزيد كتوال معانا ونحيده هاد الاطراف بشكل مائل وهنا يلا الحجم اول للعبار حسب الرغبات ندرجوه سبيعات بعد نقطع او تشدو العبار واحد في اللول بعد تشدو عليه القياس كامل ذي اللي وحدت اللي عندكم بهد الطريقة ونقطعه هكا غير بالموس اي بالسكين بعد ما نقطعه هم نحاولو نقدو شوية الاطراف هكا بالاصابع دي اليت والتزيين كيبقى اختياري ممكن تخليوهم بحل هكا كييجو وحدهم زوينين او ممكن تدلوهم بشي طابع ديال المقروط ديالكوم اول شي معمول هناي غادي ان شاء الله نزين بهاد الطريقة اللي هي جيد رائعة وزوينة غير بالنقاش كيف كتلاحظو طريقة اللي هي جيد سهلة والنتيجة كتجي رائعة كيجي زوين بززاف كيف كتلاحظو اخواتي طريقة سهلة سهلة جدا وكيجي الشكل ديالهو مراقي وزوين وكيجي الشكل ديالهو مراقي وزوين انتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الشكل هادا كيجي رائع وزوين وغادي نقطرح عليكم حتى الشكل ثاني هكا غرب السكين ممكن تشكلوا اشكال متنوعة حتى المتواجدات خارج الوطان ومعدومش هكا طابع او مراشم ديال مخصص لهاكا المقروط نقطرح عليكم هاد الشكل وممكن تشكلوا فيه كم ما بغيتو وهنا اخواتي بعد ما كمت الكيمية تبارك الله كاملة ممكن تخليه شوية ارتاح وممكن تقليه هديك الساعة او تخليه حتى يبت نقص عليكم الخدمة غير تغطرهم بزيان بواحد بلاستيك غدائي وهناي عندي مقلات فوق الناري فيها واحد الكيمية ديال الزيت كتحاولوا تكتو من الزيت ولاجتكم يعني الكمية كتيلة ديال الزيت وبغيتو تديروا غير واحد الكيمية اللي هي قليلة كتحاولوا يكون الحجم دياله صغير وبعد ما كتسخون كنحطوا الواحدة ديالنا على نالي كتكون متوسطة وكنخليوه حتى يتحمر ويطيب من الاسفل وبعد كنقلبوه على الوجه الثاني يعني كنا نخليوه على نالي كتكون متوسطة أخواتي وحد ربعة حتى الخمسة دقائق وبعد كنقلبوه شي واحدة غير لقوها كتحمرات وكنقلبو الواحدات الاخرى والنار كيف تكتلكم أخواتي متوسطة لا تجهدوش النار بزاف باش ما يتخطفوش ليكم ياخدو غير اللون ويبقى مطايبينش من الداخل هنا من بعد ما طابوا معايا واخدوا واحد اللون اللي هو دهابي ما تخليوه مش حتى يتحمروا بزاف لاننا حتى اللون مازال غيزيدوا بعد ما نحطوهم في العسل غيتغير اللون ديالهم وكننحطوهم في العسل يكون دافئ من بعد قد نحطوهم في العسل يكون بارد وتقيل باش يتشد عليهم مزيان وكننا نحاول نضربها كالصفية باش يستقطر لك الزيل كامل ويبقى طريقة تحضير العسل غادي نخليكم الله بالداله في صندوق الوصف اسفل الفيديو مع المكونات او اخر هاد الفيديو وغادي نكمل المقروطة اللي تبقوا لي باش مانتوغش عليكم الفيديو انا ارجع معاكم باذني الله هاد الفيديو وهذه هي نتيجة النهائية المقروط اللي حضرت معاكم اليوم ان شاء الله هنا الاعجاب دلكم بعد ما كتحيدوه من العسل يكون دافئ كتحطوه في العسل يكون تقيل باش يتشد عليه مدة طويلة وكتخليوه يستقطر وكتقدموه بالصحة والراحة كيف كتلاحظوه كيجي معلك وكيجي زوين بزاف وشار بالعسل وما كيجيش نهائيا قاسح وطيب مزيان لمل داخل وكيجي مقرمش على برواحد القرمش اللي هي خفيفة وزوينة وكنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم وما تنساوش تبرتجو هاد الفيديو مع الصديقة ديالكم معا الاحباب باش تعمل فائدة في مواقع التواصل الاجتماعي وتشجعوني بلايك باش توسط الفيديو الاكبر عدد من اللايكات ولكننا جزيل الشكر وغادي تشوفوا ان شاء الله معي المقروطة اللي زينناها غرب السكن كيف كتلاحظو حتى هي كيجي شكلها الهراقي وكيف كتجي من الداخل كتجي معلكة وطيبة مزيان ومقرمش على بره وهذا مشيكو الكيمية باقينا يعني الطبق الكبير وجوج اطبق لهما صغار تبارك الله وهذا الشكل الثالث بغيت تدخلي وغير هكاك وهادو زينتهم هكا بقليل من السمسم من الفوق وحتيتهم هكا في الكوغتات وقد قدمهم بصحة وراحة لعائدكم وكان شكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة